اشتركوا في القناة 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 اما طبعا المتابع للانشطة الرياضية فطبعا كمان من الاشياء المفرحة جدا واللي بتدينا اطمئنان على المستقبل الرياضي المصر وعلى مستقبل شبابنا طبعا الانجازات الكبيرة التي تحققت سواء في كرة اليد او غيرها واخيرا في دورة الالعاب الافريقية في المغرب وتصدر مصر بعدد ضخم من الميداليات ولأول مرة في تاريخ هذه البطولة هذا العدد للدولة المتصدرة كل هذه الامور واكثر ان شاء الله بالاضافة للقاءاتنا على الهواء هتكون حول يعني هذه النشاطات اللي ذكرتها لحضراتكم هيكون عندنا لقاء مع الكتب الصحفي بجريدة الاهرام أستاذ طبري الجندي والنشاط المكثف للرئيس خلال هذا الأسبوع وتوجده الآن في الكويت وهذه الرؤية المصرية لسياستها الخارجية أما لقاءنا التالي فهيكون مع الكتب الصحفي الأستاذة فكرية أحمد والحديث عن أيضا التوجه المصري نحو إفريقيا لكن هذه المرة نحو تمكين المرأة الإفريقية طبعا في تجربة مصرية يعني رائعة الحقيقة لتمكين المرأة المصرية ومع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي والقمم المتتبعة اللي عقدها الرئيس للارتقاء بالشأن الإفريقي والدول الإفريقية الأكثر احتياجا لمزيد من الدعم والرعاية في كافة المجالات بيأتي على رأس أولويات إفريقيا برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تمكين المرأة الإفريقية وده كان الحقيقة على أجندة القمم المتتبعة الدولية اللي كان الشأن الإفريقي على رأس أولوياتها هنتكلم بشأن التفصيل حول هذا الموضوع في اللقاء ده وبالإضافة لكده فقرة الرياضة يعني أنشطة الرياضية وتمارين رياضية بنبدأ بيها يومنا الأخبار وأهم العنوين في الصحافة الصديرة صباح اليوم في القاهرة خليكم دائما معنا فاصل نرجع لحضراتكم بفقرة الرياضة والنشاط ثم الأخبار وتتوالى لقاءتنا على الهواء مباشرة نخليكم دائما معنا وبنصبح عليكم صباح الخير معاكم كابتن قوشي ريان في برنامجكم بنصبح عليك النهاردة هنعمل شوية تمرينات بس تجرلنا الدورة الدموية وتخلينا عندنا نشاط أكتر تخلينا نقدر نستقبل يوم جديد يوم سعيد يوم مليان بالطاقة الحيوية ويوم مليان بالتفاقل وهنبتدي شوية تمرينات بسيطة بعد ما بنعمل اللي احنا اتفقنا عليه لما بنقوم من النوم دلوقتي هنعمل شوية تمرينات اسمها كارديو كارديو يعني ضربات القلب السريعة اي تمرين بس شوية يساعدنا على حرق الدهون الزيادة اللي عندنا وفي نفس الوقت يجرلنا الدورة الدموية بشكل منتظم وشكل ظريف بعد ما بنخلص بنبتدي نجري في المكان بجري لمدة 3 دقايق في مكاني من 3 دقايق ل5 دقايق ببتدي اغاير بعد 3 دقايق ل5 دقايق انا باخد خطوة يمين وخطوة شمال وبفتح ايدي على الآخر مش لفوق بس لجم بعملها بردو لمدة من 3 دقايق ل5 دقايق وابتدي اغاير ان انا باخد خطوة قدام وخطوة ورا قدام ورا هبتدي بعد كده بعد من 3 ل5 دقايق ارفعني وهنزل لورا بالراحة هاخد خطوة لقدام وارفع الرجبة وبعدين انزل ورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ويشغل معي علشان الأبر بارت او الجزء العلوي يكون شغال وبغير الرجل بعد ما رفعت الرجبة دي هبتدي ارفع الرجبة دي يعني هيخد خطوة بالشمال وارفع الرجبة وبعدين اريح رجل الشمال ورا يمين فوق والشمال ورا وبردو من 10 ل 20 مرة على الرجل بعد ما بنخلص دلوقتي حوالي 15 دقيقة هنبتدي نغير وضع جسمي اني هعمل فوق فوق ستاب رايت لفت رايت لفت مع الميوزيك 1 2 لمدة من 3 ل 5 دقايق مش هنضيع الوقت وبعدين هغير وضع جسمي ان انا هبتدي اعلي رجبتي فوق فهتبقى فوق 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 واشفط بطني علشان طبعا الدهون اللي موجودة دي تبتدي تنزل وبعد نأسرع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 لمدة 5 دقايق وعايزين نعمل التمرينات دي على طول على طول مش عايزين نبطل خلصنا التمرين بتاعت النهاردة مخدتش معانا من 15 ل 20 دقيقة يعني مش هتستخسر فق جسمك من 15 ل 20 دقيقة لو سمحتي ربط المنزل لازم تهتمي بجسمك ولازم تهتمي بشكلك ولازم تهتمي بقد ايه يكون جسمك شكله حلو النهاردة هقول لكم معلومة حلوة جدا هتنفعنا برضو واسناء ما احنا ماشيين على التمارين عايزين نتكلم عن المية وهقولها بمنتهى السهولة مش هنخسر اي حاجة غير ان انا اشرب كوباية مية الصبح اول ما بسح من النوم بشرب كوباية مية محترمة كده لان المية دي هي اللي بتاخد كل السموم وبتخرج من الجسم ايه اللي بيحصلي لما انا بشرب ما بشربش مية بلاقي هنا في كتير حاجة اسمها سولولايت حنى في رجلي وفي مناطق كتير وبيبقى شكل جلدي مش حلو الحتت دي اللي مقرقة ناس كتير جدا عايزين نتخلص منها عن طريق شرب المية كوباية مية الصبح مش هتأثر معايا بالعكس بهي هتحسب من شكلي اكتر من اللازم مرسي جدا جدا كانت معاكو كابتن اوشي ريان في برنامج بنصبح عليك ويا رب نكون استفادنا بنصبح عليكم مرة تانية وبعد ما تابعنا معاكم فقرة الرياضة والنشاط وصلنا لأخبار أهم العنوين في الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد المواثق 1 سبتمبر 2019 بنبدأ من اليوم السابع والسيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد وكتب على صفحته الرسمية الفيسبوك وهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد داعيا الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كافة المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية كل عام أنتم بخير من موقع أخبار مصر الرئيس في الكويت بعد سبعة أيام من المشاركة الناجحة بين السبع الكبار والتيكاد ومباحثات بين السيسي وصباح الأحمد تتناول الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية أما جريدة الأخبار فأبراج الكويت تتزين بالعالم المصري احتفاءا بزيارة الرئيس السيسي تزينت أبراج الكويت الشهيرة المطلة على الخليج العربي بالعالم المصري احتفاءا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت وحرص عدد من أبناء الجاليات المصرية على التقاط صور تذكرية بجوار أبراج الكويت كما أبرزت وكالة الأنباء الكويتية كون خبر وصول الرئيس السيسي إلى الكويت مؤكدة أهمية الزيارة في تعديد أوصال الخوة الواطيضة بين البلدين تناولت المباحثات بين الرئيس السيسي والأمير صباح الأحمد أوجو العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بننتقل مع كل مشاهدين إلى جريدة الأخبار ورئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية بقانون الهيئة الوطنية للإعلام تضمنت اللائحة التي صدر قرار بها في الجريدة الرسمية أن تتولى الهيئة الوطنية للإعلام إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وضمان حيادها والتزامها بالأداء المهني والإداري والاقتصادي الرشيد أما جريدة الوطن فالتموين تبدأ صرف السلع المدعمة ضمن مقرارات شهر سبتمبر اليوم الأحد لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقال التموين ومنافذ البيع أما جريدة الأخبار فالتضامن تبدأ صرف معاشات سبتمبر من مكينات الصرف الآلية اليوم الأحد هذا ما وجهت به وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقية التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من اليوم الأحد أما موقع أخبار مصر فاليوم الأحد الانطلاق الرسمي للتأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد سبعة مستشفيات واثنتين وعشرين وحدة صحية لخدمة المرضى وتسجيل أربعمائة ألف مواطن بالمنظومة الجديدة وتذاكر رقمية لانتظار المرضى ليكتمل أداء هيئات أداء المنظومة الصحية لتقديم الخدمات العلاجية الطبية لتسعمائة وعشرين ألف مواطن في المحافظة بنعود لليوم السابع مرة أخرى ورئيس المبادرة الرئاسية لضعاف السمع الحملة مدى الحياة والعلاج مجاني وهذا ما أكده الدكتور أحمد مصطفى رئيس المبادرة الرئاسية للمسحة عن ضعاف السمع لحديث الولادة ليكون اليوم أول سبتمبر هو أول بداية المبادرة التي ستكون دائمة من موقع أخبار مصر وقبل ساعات من إغلاق التصويت فريق الموسيقات العسكرية بصدارة مهرجان روسيا وصل فريق الموسيقى العسكرية حفاظه على صدارة المركز الأول بالتصويت الذي يجرى على موقع المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية وذلك على أفضل آداء لمجموعة أجنبية حيث يستمر التصويت حتى اليوم الأحد وشارك ألاف المصريين من كافة أنحاء العالم في التصويت ويؤكد مشاركة الفريق المصري في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون وأيضا تساهم في الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وثقافات المتبادلة بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجلا حافلة من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر العصور من الأخبار الرائعة أيضا النهاردة النهاردة ختام دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ومصر في الصدارة تختتم اليوم منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تقام بالمغرب بمشاركة 52 دولة إفريقية من بينها مصر حيث أقيمت منافسات البطولة في أربع مدن مغربية وتعتبر هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في توكيو 2020 وهناك 15 لعبة مؤهلة للأولمبياد من بينها تنس الطولة والتجديف والعاب القوة والكانوي ورفع الأثقال والسباحة وكرة الطائرة الشاطئية والتنس وغيرها تأهل مصر إلى أولمبياد توكيو 2020 تأهل ميار شريف ومحمد صفوت بعد الحصول على ذهبية منافسات التنس الأرضي ومنتخب تنس الطولة السيدات والرجال أيضا تستنى في اليوم منافسات البطولة يلعب منتخب الكرة الطائرة مع نيجيريا في الجولة الخامسة بينما يلعب منتخب التنس رجال وسيدات منافسات النهائي المهم أن البعثة المصرية كسرت في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر المقامة في المغرب الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة بالوصول إلى 229 ميدالية في حين كان الرقم المسجل قبل ذلك والمحقق في الكونغو 215-217 ميدالية بالطبع يعني الخبر اللي بنقرأ منه لحضراتكم يعني نزل على المواقع فجر اليوم الأرقام بتتزايد وصلنا الآن إلى 272 ميدالية مصبوط 272 ميدالية يعني الأرقام على طول في تزايد مستمر بنعود بآخر أخبارنا عن أحوال الطقس وطقس اليوم حار رطب بالوجه البحري والقاهرة والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة المتقعة القاهرة العظمى 36 والصغرى 25 الإسكندرية 31-25 مطروح 30-23 وأخيرا أسوان العظمى 40 والصغرى 28 بكده بتكون فقرة الأخبار انتهت أعراضنا لحضراتكم أهم العنوين فاصل وهنرجع لحضراتكم بلقاءنا مع الكتب الصحفي صبري الجندي والحديث عن زيارات الرئيس لكن قبل ما نوصل لهذا الفاصل يعني أغنية كده بنحتفل بها وبنحتفي بها مع البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب وهنا أعود لحضراتكم مرة تانية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وحتى قصر الشعب اللي حتم فيه المباحثات بتعرف حضرتك ادي ايه هذا الرجل يمثل هو ومصر قيمة في المنطقة العربية المباحثات أعتقد أنه شأن العربي مسيطر عليها طبعا ما يحدث في اليمن تحديدا وإعادة ترتيب أوراق التحالف العربي السعودية والإمارات مهم ما يحدث من انفراجة في الملف النووي الإيراني وتراجع أمريكا بدرجة أنه ترامب قال على ظريف وزير الخارجية الذي ذهب باستدعاء من ماكرون إلى قمة السبعة في ظاهرة لافتة وعقد مباحثات حضرها ألمان وحضرها فرنسيين وحضرها بريطانيين عشان حدة الخلافات ما بين ترامب وما بين إيران تخف وعشان كمان الملف النووي الإيراني تهتم به أوروبا وتقف ضد ترامب أو ضد أمريكا في هذا الملف شاهدنا في قمة السبعة الكبار يعني التوجه الدولي من السبعة الكبار يعني تخفيف وده طبعا المتابع للشأن الدولي والعلاقات الدولية يفهم قوي هذه الأشارات والتصريحات التي تمت هذه الفنة يعني هناك رغبة في تهديئة الأوضاع والوصول الاتفاد هو دايماً تحركات الإنسية بيكون توقيتها في غاية الأعمال والقويت دولة محورية في الخليج وابتلعب دور مهم جداً حتى في محاولة رأب الصدع في دول مجلس التعاون الخليجي محاولة يعني التوفيق وتقارب وكهات النظر وكل هذا الأمر يعني إيه اللي نقدر نقوله في هذا الشأن خاصة مع الإعلان عن يعني خلية إخوانية وموجودة في الكويت ودخلت بأسماء مستعارة وكل هذه شوف مكافحة الإرهاب مسؤولية كل دول العالم وليس هناك دولة وحيدة بعيدة عن الإرهاب مهما بدأ أنها بعيدة الإرهاب يطول أوروبا ويطول أسيا ويطول المنطقة العربية لكن المخطط الذي يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وإسقاط المنطقة العربية وتفتيت المفتت وتجزاءة المجزأ هذا المخطط لم يتوقف ولن يتوقف أعرف حضرتك هذا المخطط زي الحية تتلون بألوان البيئة اللي هي فيها لكن مش بتنتهي أو بتمشي مصر تصدت لهذا المخطط أنت تعرف حضرتك لو لا قدر الله سقطت مصر في 2011 ما كنتش هتلاقي للسعودية ولا تلاقي الكويت ولا تلاقي الإمارات كل الدول دي كانت المخطط أوقف صمود مصر وإعادة تدوير ما حدث في 25 يناير بشكل يخلي مصر قوية وثابتة ومنتصرة ومغتهدة ومنجزة هذا الذي يحدث في مصر هو الذي أوقف استكمال المخطط رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنستكمل لقائنا مع الكاتب الصحفي الأساس الصبري الجندي ربما ملفات الإرهاب أساس الصبري فعلا هذه الملفات بتحظى باهتمام بالغ من كل دول العالم خاصة أن ما عدش فيه دولة بعيدة عن الإرهاب أو العمليات الإرهابية الرؤية المصرية في هذا الشأن دائما بتضع استراتيجية وضحة المعالم والتجربة أثبتت أن الخبرة المصرية والرؤية المصرية في هذا الشأن ليس فقط على المستوى المحلي لكن على مستوى العالم لها أهمية كبرى كيف كانت هذه الملفات على أجندة الكبار سواء في قمة السبع الكبار مبدئيا ثم قمة التكاد والأمن في إفريقيا طيب خلينا أقول لحضرتك أنه الرئيس نجح في نقل رؤية مصر إلى العالم في أكتر من محفل دولي نعم يذهب إلى الأنم المتحدة يحذر من الإرهاب وخلينا أقول لحضرتك أيضا أنه الرئيس مبارك كان حريص دايما وكان العالم يتهرب من وضع تعريف محدد للإرهاب عشان ما تقولش أنه إحنا بنقبض على إرهاب يقولك هو الإنسان لأنه حتى هذه اللحظة العالم يهرب من تعريف الإرهاب تعريفا دقيقا سواء من الأمم المتحدة أو من الدول التي يبدو أن لها مصلحة في استمرار الإرهاب في العالم هناك دول لها مصلحة في هذا صحيح أنه ما تستقرش أنه ما تنتجش أنه ما تنجسي أنه ما تتطورش كدولة في دول عيزة لا بتحقق مصالحها وتحقق مش مصالحها وبس لا بتحقق أنه حضرتك ما تبقاش دولة لها قيمة في العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في أن يجعل لمصر خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات الماضية قيمة في العالم ليه؟ لأنه أعاد رسم السياسة الخارجية المصرية ولم يعد في مصر اعتماد على معسكر واحد أو دولة واحدة الرئيس ذهب لأول مرة رغم أنه اندونيسيا إحدى الدول الثلاثة اللي عملت عدم الانحياز ذهب إليها كأول رئيس مصري يذهب إلى اندونيسيا الرئيس ذهب إلى دول لم يذهب إليها حكام مصريين آخرين الرئيس عامل سياسة توازن في العلاقات المصرية الدولية ما بين زي ما حضرتها فضل الشرق ما بين الغرب وما بين الشمال وما بين الجنوب أول مرة تسمع صوت إفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي بيتناوب عليه رؤساء كل سنة لم نسمع له أي نشاط الآن مصر تخطط وتساهم في إحياء التنمية في إفريقيا مساعدة الدول الإفريقية على التنمية محاربة الإرهاب في إفريقيا محاربة الإرهاب في المنطقة العربية إعادة رسم خريطة العلاقات العربية العربية لأنه ده مؤثر قوي على علاقات العرب بالعالم إذا كنا إحنا مقاطعين بعض أو إحنا في خلافات مع بعض كيف يحترمنا العالم كيف نتعامل مع العالم إذا كنا مقاطعين بعض فيتم استقطاب بعضنا تلاقي دول راحت لدول عدوة تستقطبها ودول راحت لدول صديقة تستقطبها ونبدل طول الوقت فيه هو ما بيننا كعرب لا هي اللغة المشتركة في العلاقات الدولية يعني مصر تفهمتها تماما وأصبحت بتخاطب بيها كل دول العالم هي المصالح المتبادلة مصر تتعامل مع العالم وفقا لأولوياتها هي مش أولويات العالم مع مراعاة أن مصر هي جزء من العالم أن عندنا في مصر ربنا حباها بموقع سياسي وجغرافي لا يتكرر في العالم كله وعندنا قدرة على التعامل مع الغرب ومع الشرق ومع المنطقة العربية ومع الأفارقة لأن كل دول إحنا جزء منهم نحن أفارقة ونحن عرب ونحن مسلمون ونحن الجار الجنوبي لأوروبا وأوروبا الجار الشمالي لمصر هذا الموقع العبقري اللي حبانا بيه ربنا فرض على مصر التزامات وخلنا مصر منذ بداية التاريخ مطمع لكل الغازين وكل التغاة اللي بيجوا مصر لأنه يعلموا أهميتها ويعلموا قيمتها ويعلموا قدرتها على الفعل نعم لو انتقلنا لاتيكاد وهي قمة بتحرص عليها اليابان للتعاون مع إفريقيا وتحقيق التنمية القمة دي بدأت عام 1993 لكن دائما كانت هذه القمة بتحقق مصالح ليس على القدر المطلوب كما كانت هذه القمة تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي يعني إذن هذا الزخم في العلاقات الدولية حتى في الشراكات القديمة لكن إعادة إحيائها بطريقة جديدة تتوافق مع المصالح الإفريقية هي مش إعادة إحيائها هو تطورها نعم ودفعها إلى الأمام في إفريقيا دول طموحة تسعى إلى التطور إفريقيا دول إفريقيا لم يعد فيها دولة مش متحررة كلها دول ذات سيادة حرة لها حكومات وطنية عانت من ويلات الاحتلال وعانت من ويلات الحروب القبلية والحروب الأهلية ودفعت أسمان باهزة إفريقيا تتمتع بحجم هائل جدا من السروات الطبيعية والموارد الطبيعية استنزفت على مدى سنوات من محتلين الآن تسعى إفريقيا وتسعى مصر من خلال رئاستها للتحاد الإفريقي إلى محاولة إيجاد خطة إفريقية للتنمية وللتعاون ما بين الدول الإفريقية بعضها البعض ومع العالم اليابان مزتها أنها دولة غير طامحة سياسية دولة تبحث عن مصالحها الاقتصادية بعد الحرب العالمية التانية لم تعد لعب سياسي وبالتالي اليابان تبحث عن مصالحها الاقتصادية عن تواجدها الاقتصادي عن مصالحها في مختلف مناطق العالم اليابان متواجدة في إفريقيا وإفريقيا سوق ضخم جدا قوامه مليار وثلتمائة مليون مواطن ومواطنة وبالتالي واليابان تتمتع بسمعة طيبة في منتجاتها وإقبال شديد في العالم كله على هذه المنتجات المصالح زي ما حاجة تفضلت وقول المصالح المشتركة الآن الاقتصاد يقود السياسة الآن المصالح هي التي ترسم شكل وحجم وطريقة التعامل ما بين الدول حتى ما بين الشركات نعم كل ده يخلينا نقول أنه النتائج التي تحققت في مؤتمر توكيو للتنمية الإفريقية نتائج جديدة على هذا المؤتمر الذي يؤقد للمرة السابعة أيضا هذا المؤتمر خرج بتوصيات تساهم إذا تم تنفذها بشكلها كما خرجت تساهم فيه تقدم العديد من الدول وتحقق المصالح المختلفة يعني مش ممكن أبدا نخفل كلمة الرئيس في افتتاح التيكاد لمن خلالها وضع استراتيجية الحقيقة وضحة المعالم للنهوض بأفريقيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا وفي النهاية يعني أكد الرئيس على في كلمته على أهمية أن لا تكون هذه القمة مجرد طرح الأفكار لكن أهمية أن تتحول هذه الأفكار إلى واقع تطبيقي زي ما حضرتك دعوه قال جملة مهمة جدا قال أن أفريقيا مستعدة لحقبة جديدة نعم للتعاون والاستثمار والتطوير والتنمية وده طبعا وأنه العالم مطالب كله سواء كان حكومات أو قطاع خاص في بالإستثمار في إفريقيا هي النقطة هذا التوجه الإفريقي في عدم كمان الاعتماد على قطب واحد اقتصادي يعني كلنا نعلم أن الصين مهتمة بإفريقيا كثيرا وكان هناك القمة الصينية الأفريقية أيضا كما أن مصر تتنوع وتنوع توجهتها مع الدول الكبرى أصبحت إفريقيا أيضا لا ترتكن على قوة اقتصادية عظمى كالصين فقط أو وكالغرب فقط لكن اليابان أيضا يعني على نفس القدر من الاهتمام في إفريقيا يعني الحقيقة كان نفسي يكون عندنا وقت أطول من كده مع حضرتك بشكر حقيقة شكرا جزيلا لكاتب الصحفي صبري الجندي تحياتنا لحضرتك أنا كون سعيد إن أنا مع حضرتك وسعيد بالعصف الزهني اللي تم بيننا أشكرا يا فهندم شكرا جزيلا إلى اللقاء قادمة إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا انتهت أولى فقراتنا فاصل وهنرجع لحضرتكم مرة أخرى مع ضفتنا الكاتبة الصحفية فكرية أحمد ويعني هنروح مع السادة فكرية لجانب آخر من هذا الزخم المصري الإفريقي الدولي لكن فيما يخص شأن المرأة اهتمام المصر وإفريقيا كلها بدعم المرأة الإفريقية والارتقاء بشأنها بعد هذا القاصل إن شاء الله زي ما كانت المرأة المصرية في كل توجهات الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر على رأس أولويات القيادة السياسية ودايما بيذكر المرأة بكل خير وفي معظم المناسبات والقطب الرسمية عندما تأتي سيرة المرأة المصرية يعني بيجلها الرئيس وبيعطيها حقها وبيذكر دايما مصطلح تمكين المرأة وشفنا دا في مجالات كتيرة سواء بداية الاهتمام بصحة المرأة والمبادرات الرئاسية لصحة المرأة أو أيضا في عدد الوزيرات الحكومة المصرية المرأة اللي أصبحت رئيس جامعة المرأة اللي أصبحت محافظة لأول مرة وهكذا انتقل هذا التوجه المصري لرؤية مصر لما كانت المرأة الآن إلى أفريقيا أفريقيا أيضا وتمكين المرأة الأفريقية محور حدثنا مع ضفتنا الكاتبة الصحافية الأستاذة فكرية أحمد مدير تحرير جريدة الوفد أهلا وسهلا أستاذة فكرية شكرا لتشريفك لين أهلا بيك أستاذة حازم وصباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين طيب يعني هذه الرؤية المصرية اللي انتقلت لأفريقيا بتمكين المرأة الأفريقية أهمية هذا الأمر بالنسبة لوضع المرأة الأفريقية طبعا إحنا لازم الأول نشير على عجالة كده أن المرأة المصرية خاصة بعد 30 يونيو أصبح لها مكانة الريادة في كتير من القطاعات السياسية والاقتصادية والمجتمعية زي ما حددك أشرت عندنا 25% وزيرات من الحكومة عندنا 15% في البرلمان إن شاء الله المجالس المحلية يكون تمثيل 25% المرأة المصرية بقى لها مكانة فبالتالي تم تمكينها في جميع القطاعات منها المشروعات الصغيرة مشروعات التكافل وكرامة فبالتالي بقى عندنا تجربة مش بس أفريقية أو عربية لا تجربة دولية مصر بتقدمها كنموذج للعالم ومصر دلوقتي كرئيس الاتحاد الأفريقي طبعا من أول فبراير اللي فات طبعا دها مسئولية مسئولية إنها تعيد يعني الشكل الأفريقي إلى ما كان عليه إحنا دلوقتي بنحتضن أفريقيا زي سابق إحنا في فترة ما قبل الثورة عقود معينة أو سنوات معينة تم إهمال أفريقيا بعدت أفريقيا عن حضن مصر وبعدنا عن حضن أفريقيا لكن دلوقتي إحنا بنستردها بقوة على جميع المستويات ولازم نؤكد إن بس بالشعرات إن المرأة بتمثل 50% من المجتمعات الأفريقية أو في مصر لا هنقول إن المرأة بدون الاهتمام بالمرأة بدون تمكين المرأة على كافة الأسعادة لن يكون هناك تنمية مستدامة تنمية مستدامة بمعنى إن إحنا المرأة بتشكل يعني جزء كبير جدا في المجتمعات العربية والأفريقية المرأة الأفريقية عانت على جميع العقود الماضية حتى ما بعد التحرم وبعد الاستقلال في سراعات أهلية في اقتتالات مسلحة عرقية كانت المرأة بتعاني فيها بالدرجة الأولى من اقتصاب من اختطاف من فقر من جوع من جهل أهمية فبالتالي لما مصر تمد يد العون للدول الأفريقية لرعاية الأفريقيات إحنا هنا بنعمل وتد لتنمية مستدامة في أفريقيا ده التوجه المصري بالتنمية في أفريقيا تنمية مستدامة سواء رؤية أفريقيا للتنمية المستدامة عشرين تلاتة وستين أو حتى عشرين تلاتين من هنا دايما يحرص الرئيس في كلماته حتى أمام القمم سواء الأفريقية أو الدولية على يعني تمكين المرأة الأفريقية و يعني إيجاد الرؤى والأساليب القابلة للتطبيق على أرض الواقع لتمكين المرأة بيأتي هذا التوجه تحديدا في صحة المرأة في اقتصاديات المرأة وأيضا في تمكينها من النحية العلمية والسياسية هذه التوجهات المصرية كيف يمكن أن تتحول إلى سياسة أفريقية في معظم الدول الأفريقية وطبعا على رأسها مصر اللي بدأت مشوار طويل في هذا الشهر طبعا نحن عندنا مشروعات إنمائية مشتركة عندنا مشروعات شراكة مشتركة مع دول الاتحاد الأفريقي طبعا مصر بتنقل كمان يعني الرغبة أو النداء في الاهتمام بالمرأة الأفريقية إلى المنتديات وإلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الهامة زي اجتماع دول السابع طبعا مصر لما رفعت للشعور إنه هو الاهتمام بالمرأة الأفريقية بالتالي شفنا توجه الاتحاد الأوروبي اللي هو رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أمر بإنه هو يساعد المرأة الأفريقية اللي هي العاملة أو المرأة اللي هي في مجال البزنس في مجال الأعمال بحوالي 85 مليون دولار لمئة ألف سيدة فده نتيجة توجهات ونديقات مصرية يعني العالم الأوروبي أو الأمريكي أو الغربي ليس لديه دراية كافية بماذا يحدث في أفريقيا خاصة في جانب المرأة لكن إحنا كمصريين بنقدم الرؤية بنقدم الصورة الحقيقية إن المرأة الأفريقية في حاجة إلى عون في حاجة إلى دعم في حاجة إلى مد يد العون لفيها فإحنا بنلعب على أكتر من محور أو بنتحرك على أكتر من محور المحور الاقتصادي وده بنقدمه طبعا مصريا ودوليا المحور الاجتماعي وده مهم جدا محور التعليم ومحور الصحة فأنا عايز أقول إنه هو الاهتمام بالمرأة الأفريقية بيلعب دور كبير جدا في إقرار الأمن والسلام في أفريقيا ويمكن كتير ما يتنبهش النقطة دي إنت لما بتعد امرأة متعلمة امرأة واعية امرأة مثقفة امرأة لها دور في المجتمع بتشتغل وبتكسب وبتشارك الرجل بالتالي هتنشئ لك ابن واعي متعلم مثقف عنده انتماء عنده وطنية يصعب استقطابه في أي جماعات متطرفة يصعب تحويله إلى سلاح ضد الوطن فبالتالي أنت هنا بتحارب الإرهاب والتطرف من خلال إعداد أم جيدة من خلال تمكين هذه الأم في المجتمع فأنت دلوقتي بتحارب الإرهاب بتحارب التطرف من خلال إعداد هذه الأم وتمكانها بتحارب الفقر بتحارب الأمية بالجهل والفقر دولة السلاحين مهمين جدا ودي مشكلات متوطنة الحقيقة في أفريقيا كلها وبما فيها طبعا مصر ولازم هنا نشير إلى أن هذه السياسة المصرية لم تكن مجرد كلام أو توجهات لكن في الأربع أو خمس سنوات الماضية رأينا أول مستشارة للأمن القومي في مصر بزرط رأينا أو المحافظة أو المحافظة أو الرئيس للجامعة وهكذا يعني هذا العدد من الوزيرات ووزيرات فيه وزارات فاعلة ورئيسية ومهمة حيوية ومهمة حيوية ولهم دورهم المؤثر جدا في الواقع المصري إذن يعني لما نصدر إلى العالم هذه الصورة الصورة واقعية مش مجرد أن احنا بنعمل كلام أو خطب أو خطط لكن أهو ده موجود على أرض الواقع أعتقد أن ده له تأثير مباشر على مصداقيتنا وأيضا التفاعل معنا أكيد لما الأمم المتحدة مثلا برنامج الإنمائي في الأمم المتحدة يشهد لمصر اللي هو برنامج جهاز المشروعات الصغيرة ويدينا اللي هو جائزة خاتم المساواة خاتم المساواة بين الرجل والمرأة دي أعتقد أنها جائزة مهمة جدا بتعتبر الأولى عربيا خدناها في مصر والثانية عالميا خاتم المساواة بمعنى أنت نجحت في تمكين المرأة نجحت في تحقيق نسبة كبيرة جدا من المساواة وإحنا شفنا أن المرأة المصرية أنا بعتبرها من النساء الجدع قوي بنت البلد قوي اللي هي فيه عندنا 60% بتبقى مرأة معولة في البيوت المصرية بتقب جنب الرجل في كل المواقف المواقف بالزبط كده عندنا في الصورات صورة 25 يناير و 30 يونيو شفنا المرأة المصرية متقدمة شفنا في الاستحقاقات الدستورية المرأة المصرية بتحس أولادها بالزبط انزلوا انتخبوا وجوزها صحيح بالزبط كده في الانتخابات الرئاسية في البرلمانية فطبعا المرأة لها دور فاعل جدا عشانا بقول أن المرأة عانت في عصور وعقود زي المرأة الأفريقية حاليا ما هي بتعاني بتعاني من الجهل بتعاني من الفقر بتعاني كمان من التشويه أو الإساءة الجسدية في عملية الختان اللي هي بدأ مصر رفعت الرؤية إن هي حماية المرأة المصرية والعربية والأفريقية من تشويه الجسدي في عملية الختان فإحنا بصراحة عملنا ريادات مهمة جدا زي ما عملها برضو الرئيس في تدريب الشباب الأفريقي ليكون بقرة أو نواة لتدريب يعني لنقل التجربة المصرية في الديمقراطية وفي الحرية وفي المساواة وفي نشر الحقوق المجتمعية سمحي برضو هنا يعني التجربة المصرية في تأهيل الشباب الأفريقي المصري والأفريقي كانت الفتاة المصرية والأفريقية مؤثرة جدا وأيضا في بقرة اهتمام هذه البرامج لتأهيل وتدريب الشباب للقيادة وأيضا الدفع بالمتميزات من هنا إلى مواقع القيادة زي ما شفنا عدد من نائبات المحافظين من هؤلاء الفتيات عدد من مساعدي الوزراء من الفتيات أو الشباب في برامج التأهيل بجانب الشباب أيضا يعني إذن كمان تكوين أجيال من المرأة المصرية أو السيدات المصريات في المستقبل اللي تم تأهيلهم بصورة يعني صحيحة تماما وانتقال هذه التجربة أيضا لإفريقيا من خلال تأهيل الشباب للقيادة في إفريقيا إحنا مؤكد طبعا عندنا لازم نعترف أنه تمكين المرأة والدعوات للمساواة دي نتيجة إرادة سياسية مصرية والإرادة السياسية المصرية بتعتبر قدوة ونموذج لجميع دول العالم وبالتالي إحنا شفنا يمكن بعد ثلاثين يونيو وتولي رئيسها بفتاح السيسي القيادة في مصر وإعلاء شأن المرأة واهتمام الكبير بالمرأة وتمكنها انتقلت هذه التجارب لدول أفريقية عندنا مثلا دولة زي رواندا عندنا زي تنزانيا زي إثيوبيا الدول دي بدأت تمكن المرأة في البرلمانات وفي الحكومات وبدأت تديهم وزاراته ده ما كانش معروف قبل كده لأن المرأة ما كانتش يعني كانت دايما في الصفوف الخلفية دايما مهانة دايما يعني حقوها مهضومة ملهاش أي حقو في المساواة مع الرجل لكن لما مصر بتكون قائدة ورائدة في المجال الأفريقي في القارة السمراء بالتالي الدول الأفريقية بتبتدي تقتدي بينا لأن احنا ريادة بالنسبة لهم وكمان يعني في نفس الوقت التجربة المصرية بتنظر إلى الدول الأفريقية اللي حققت نجاحات في هذا الشأن يعني هناك دول أفريقية المرأة فيها لها مكانة كبيرة سواء في الناحية الاقتصادية يعني تلاقي سيدات أعمال دوليات عالميات من هذه الدول أو وزيرات وسفيرات وأيضا رئيسات دول رئيس الدول رئيس الدول يعني إذن إحنا هنا دائما مصر في علاقتها مع أفريقيا تنقل لها الخبرات المصرية وأيضا تستقبل الخبرات الأفريقية في تعاون وتواصل بالضبط من خلال برامج التدريب بس يمكن احنا بنقول فعلا أنه في أفريقيات في مراكز قيادية وسياسية واقتصادية وعايدة لكن هنقول هي معدلات صغيرة جدا يعني لا تلبي احتياجات ولا تموحات الأفريقيات بالتالي بالضبط ولا تعداد السكان إحنا عندنا في الاتحاد الأفريقي مثلا 53 دولة تعدادهم حوالي يعني 897 مليون نسمة فبالنسبة لهذا الرقم بتقول أكتر أو أكتر من كيف فبالنسبة لهذا الرقم لما نشوف كمية المرأة أو تعداد المرأة اللي بتتولى قيادات سياسية أو اقتصادية لا نقول هي نسبة بسيطة عشان كده لازم التجربة المصرية يعني بتتغلغل التجربة المصرية بتجيب المساعدات الدولية للدول الأفريقية بتجيب برامج للتوعية برامج للتنمية في أفريقيا وتقودها مصر بالتالي من خلال قيادتها الاتحاد الأفريقي فأعتقد أن المرحلة الجاية إن شاء الله الدول الأفريقية يعني هتشهد نوع من اليقظة من الانتعاجة ولازم يكون في وحدات للتنوير يعني أنا طبعا بطالب حتى المجلس القوم للمرأة أن يقوم بدور في الدول الأفريقية ما يتوقفش عند حدودنا المحلقية لا ينتقل بقى إقليمية لنا فندم يعني التجارب المصرية أعتقد أنها قابلة للتطبيق في أفريقيا من مبادرات المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للأموم والطفولة يعني مثلا مبادرة زي التقل مربوطة يعني دي مبادرة في غاية الأهمية المبادرة الرئاسية اللي أطلقها الرئيس لصحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام يعني خصوصا أورام الثادي يعني لإني هذا المرض أعلى معدلات دا حقيق فبالتالي يعني حلوا ببساطة جديدة الاكتشاف المبكر بيعتبر أو يعني إذا تم هذا الأمر بيعتبر مرض عادي جدا وبيتم علاجه وشفاء منه تماما يبقى إذن هذا التوجه وانتقال مثل هذه الرؤى المصرية المبادرات المصرية إلى أفريقيا وبالعكس كمان إذا كانت هناك مبادرات إفريقية خاصة بالمرأة أو المجتمع ناجحة في إفريقيا لماذا أيضا لا تنتقل إلى مصر؟ بالضبط ما إحنا دين من خلال برامج الشراكة من خلال تبادل الخبرات وده اللي إحنا بنعمله بالفعل فبالتالي إحنا لازم نقول إنه هو صحة المرأة والاهتمام بصحة المرأة يتعتبر رأس مال الطاقة والقوة الفعالة في المجتمع يعني مرأة بدون صحة انهار البيت يعني مرأة هي شامعة البيت وهي نورة البيت فبالتالي لازم نهتم بيها بصحتها بتعلمها بتسقفها بتمكنها وده اللي بيحصل فعلا وزي ما بنؤكد دايما إن مصر هي الشعلة هي الريادة هي اللي بتنتقل إلى الدول الأفريقية ودلوقتي يعني فيه وحدات بالفعل زي ما الوحدات اللي هي مجلس القوم المرأة عمل وحدات للتنوير والتسقف للمرأة دلوقتي أتمنى إنها تنتقل خارج الحدود وتروح للدول الأفريقية وتعمل لها بؤر للتنوير والتسقيف لإني أستاذ حازم ما ينفعش إن احنا بس يعني نصلح من القمة دايما أنا بقول الإصلاح يجب أن يبدأ من القعدة والقعدة هي تعني القرى تعني النجوع الفقيرة تعني المناطق التي لا يصلها لوسائل الإعلام ولوسائل تنوير لازم إحنا نوصل لهذه الأماكن من خلال القوافل التنوير القوافل والوحدات اللي بتعمل على التنوير وتعمل على التوعية الصحية وتعمل على تعليم المرأة تعليم المرأة ده مهم جدا للقضاء على الفقر وعلى الجهل وعلى التخلف وعلى يعني قيادة المجتمع وزي ما بؤكد إن لم يتم تمكين المرأة في المجتمع لن تحقق المجتمعات الأفريقية التنمية المستدامة اللي نحن بنحلم بيها علشان الدول الأفريقية تعتمد على نفسها يعني ما تمدش إيدها لأي معونات خارجية يحسن نحن فيها نوع من التكامل الداخلي والتوافق الداخلي إنها تكفي نفسها وبالتالي تحقق الرفاهية للمواطن الأفريقي على نفس الاهتمام بالمرأة بتأتي الرؤية المصرية داخليا أو من ناحية المحلية أو كمان قرية في إفريقيا الاهتمام بالطفل وأيضا مبادرات رئاسية مصرية انطلقت للحفاظ على صحة الطفل المصري والكشف على الأمراض من الميلاد أعتقد إن هذا الأمر أيضا في إفريقيا وانتقال هذه الرؤية لإفريقيا ده اللي هو تأثير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة لأن صحة الطفل الآن وصحة المرأة الآن هي اللي هتدينا شعوب يعني بتتمتع بالصحة في المستقبل لا تعاني من الأمراض ومسلث المشاكل في إفريقيا الفقر والمرض والجهن يعني من أهم أضلاعه المرض يعني اهتمام مصر القيادة المصرية بصحة الأطفال في مصر وانتقال ذلك إلى إفريقيا طبعا مهم جدا إحنا صحة الطفل زي ما بنقول هو ده رأس مال المستقبل إنت إذا عددت طفل صحي سليم إنت بتعدي جيل بناء لوطن مستقبل مهم يعني بدون صحة هينشأ عنده جيل مريض والجيل المريض لا يبني المريض لا يبني المريض يهدم وإحنا شفنا في أفريقيا بيتم استنزاف سروات يعني معدلة كبيرة جدا من الدخل القومي لأي دولة أفريقية على معالجة الأمراض فإحنا لو إحنا عملنا الوقاية هنتقي طبعا الأمراض هنتقي الإنفقات من المليارات هنقدر نوجه المليارات دي إلى البناء إلى الاستثمار إلى المشروعات الصغيرة وأنا بأركز هنا على المشروعات الصغيرة اللي هي بتكون أساسي البناء في أي مجتمع نامي أو واعد زي ما شفنا في الصين مثلا تجربة الصين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي دي المشروعات اللي بنت المجتمعات فبالتالي أنت لو بنت صحة جيدة هتقدر توفر رؤوس أموال كبيرة جدا توجهها لمشروعات اقتصادية مشروعات صغيرة بتعمل على نهضة هذا المجتمع وعلى بنائه وعلى تنميته بشكل صحيح فطبعا إحنا لازم نعول جانب كبير جدا على الوقاية وليس العلاج على تنوير المواطن الأفريقي حاجات بسيطة جدا جدا ممكن تتقي بيها مليورات بتم إهضارها سنويا للعلاج من الأمراض الملاريا والتيفود وحاجات كثيرة جدا بتحصل الأطفال الأفريق نتيجة غياب الوعي نتيجة عدم وجود عناية صحية حقيقية وعشان كده التجربة المصرية بتنقل دايما لدول أفريقية أن انتوا لازم تهتموا بالقاع من اللي هو المجتمعات الصغيرة الفقيرة المهمشة وده دايما يعني بيكون من خلال رؤية واستراتيجية وتعاون مصري أفريقي ودايما نحن بنقول أن رؤيتنا وهوانا وهويتنا أفريقية وستبقى كذلك دائما الكاتبة الصحفية الأستاذة فكرية أحمد شرفتين وشكرا جزيلا لتواجد حلقة معنا شكرا مرسي أستاذ حادم شكرا موصول لك لأستاذ المشاهدين صباح الخير عليكم لحياتنا يا فندم بنصبح على كل مشاهدين وبنشكرهم لمتابعتهم لينا من خلال حلقتنا النهاردة وبنصبح عليك بكرا إن شاء الله أسرة جديدة في انتظار حضراتكم تحياتي حازم أو الصعود شكرا 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 شكرا